موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين قناة الوطن الجزائرية تحييكم في أخبار الاقتصاد قررت شركة دي بتروليوس البنزولية توقف عن شراء النفط الجزائري بسبب مشاكل وخلافات حول السعر فيما أكدت الحكومة أن عملية التصدير ستستأنف في 2015 وينهي هذا القرار جهودا لخفض التكلفة أطلقتها بنزولية في أكتوبر الماضي لاستخدام مزيج سحارة الجزائري بدلا من أنفلت الثقيلة الأغلى سعرا لتخفيف خام حزام أورينكو المحلي الذي يشكل حوالي 40% من إنتاج بنزولية تابعوا هذا التقرير مع أمينة محتوتة أظهرت بيانات لتعقب حركة السفن أن الشركة الفنزولية مزجت ما وصل إلى 4 ملايين برميل من الخام الجزائري الخفيف بنفطها عالي الكبريت بهدف إنتاج مزيج للتصدير يوجه أساسا إلى الولايات المتحدة والصين وأظهرت مصادر أن الشركة استأنفت في جونفيا الماضي العطاءات العالمية لشراء الأنفط التقيلة لاستخدامها في تخفيف الخام التقيل وهو ما أتار تساؤلات بشأن كيف ستواصل خفض تكلفة العمليات في الوقت الذي تآكلت فيه إرادات فنزولا النفطية بسبب إنهيار أسعار النفط وهو ما دفع الحكومة للسعي إلى الحصول على ائتمان خارجي وأشار خبراء إلى أن فنزولا العضب منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك تفتقر إلى البنية التحتية الملائمة لتفريغ شحنات كبيرة من الخام بانتظام وبصفة خاصة لتخزين ونقل النفط المستورد إلى مراكز المسج في عمق حزام الأورينيكو وأكد مصدر في شركة سونطراك أن الشركة أوبك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تؤكد الأرقام الرسمية أن نسبة الأجر المتوسط الشهري في الجزائر يبقى الأضعف بالمقارنة مع الدول العربية بصرف النظر عن أجور الموظفين المرتفعة في دول الخليج العربي إذ تحتل الجزائر في هذا المجال المراتب المتأخرة بالمقارنة مع الدول الجارة على غرار تونس والمغرب رغم الزيادات الأخيرة التي لجأت إليها الحكومة من منطلق أنها ظلت غير قادرة على الرفع من القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الموظفين لسببين رئيسيين يتعلقان بارتفاع أسعار مستهلك السلع الواسعة الاستهلاك من جهة وتراجع قيمة الدنار بالمقارنة مع العملات العالمية الأخرى من جهة مقابلة تفاصيل أكثر في هذا التقرير بالرغم من أن متوسط الأجر الشهري سجل منذ سنة 2012 تقدما بنسبة 13.7% حسب أرقام الديوان الوطني للإحصاءات ليصل إلى 32 ألف دينار إلا أن ما يزيد على 55% من الموظفين في القطاعين العام والخاص يتقاضون أقل من هذا المعدل وهي قيمة غير قادرة على تحقيق قدرة شرائية مناسبة للموظف في ظل التضخم والتهاب الأسعار وتدني القيمة المالية للعملة الوطنية بينما يرتفع معدل الأجور بالنسبة للقطاع العام بفضل الزيادات الأخيرة لفائدة الوظيف العمومي ليصل في المتوسط إلى 51 ألف دينار فيما يبقى لدى العمال في المؤسسات الخاصة في المتوسط 29 ألف دينار وتحتل الجزائر تبعاً لذلك ذيل الترتيب مقارنة بالدولتين المغاربيتين من حيث القدرة الشرائية التي تشهد تدنياً مستمراً إذ بينما يقدر معدل أجر العام للجزائري بحوالي 30 ألف دينار يبلغ أدنى حد من تكاليف معيشته ما يزيد عن 38 ألف دينار وعليه فإن الحد الأدنى من الأجر القاعدي للموظف الجزائري والمقدر بـ 18 ألف دينار لا يغطي سوى 26% من تكاليف المعيشة وخصت أهم الزيادات قطاعات الخدمات بما يزيد عن 18.9% كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسات الاتصالات والبنوك وبالإضافة إلى المؤسسات العاملة في مجال المحروقات تعد أجور الصناعات الاستخراجية الأكثر ارتفاعاً بمعدل يفوق 116 ألف دينار أما القطاعات الأخرى فتبقى ضعفة نسبياً إذ تتميز بأجور لا تتجاوز المعدل بـ 28 ألف دينار حيث تفسر هذه الفوارق في الأجور بخصوصية المؤسسات المنتمية إلى قطاعات النشاط على أن الزيادات تختلف حسب تأهيل الموظف من منطلق أن معدل أجور الإطارات 67 ألف دينار مقابل 41 ألف دينار بالنسبة لعمال التحكم و26 ألف دينار بالنسبة لعمال التنفيذ إلى الاقتصاد الدولي إذ احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة السابع عشر عالمياً والأولى عربياً باحتياط الذهب مع مطلع العام الحالي بنمو يقدر بـ 1.60% وباحتياط يقدر بـ 322.9 طن فيما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية الأولى عالمياً بـ 8.113 طن بينما احتلت ألمانيا في المرتبة الثالثة وذكر تقرير صندوق النقد الدولي في تقريره للعام الحالي 2015 أن لبنان جاءت في المرتبة الثانية عربياً والتاسع عشر عالمياً بنمو يقدر بـ 21.20% بينما احتلت الجزائر المركز الثالث عربياً والخامس والعشرين عالمياً بنمو يقدر بـ 3.40% وباحتياط يقدر بـ 173.6 طن إذن نختم نشرتنا الاقتصادية من واشنطن إذ أكدت منظمة لسياحة والتسويق في الولايات المتحدة الأمريكية إن عدد السائحين الذين زاروا مدينة نيويورك سجل مستوى تاريخياً مرتفعاً في عام 2014 وذلك بفضل نمطها المعيشي الراقي وانخفاض مستويات الجريمة ونشاطها المتواصل وبين زوار العام الماضي جاء نحو 20% أو 12.1 مليون من البلدان الأجنبية ولا سيما من المملكة المتحدة وكندا والبرازيل وفرنسا والصين وأستراليا وألمانيا وصلنا إلى نهاية جولتنا الاقتصادية نشكركم على طيب المشاهدة في أمان الله